لا حوارة مع اللصوص وقلتها وأكررها ما أكثر نصوصنا قد تكون رصاصة الرحمة تلك التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لإجهاض مبادرة الحوار الوطني قبل أن ترى النور وفيما كانت كل الأطراف تنتظر إشارته لبدء الحوار الوطني أغلق رئيس باب الحوار الذي توقع الجميع أن يشكل الأرضية لإذابة جليد الخلافات ورسم خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي والاحتقان الاجتماعي المتزايد الحوار هو الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها لكل الأطراف السياسية والأطراف الاجتماعية ولمكونات الدولة هو الآلية الوحيدة للخروج مما تعانيه البلاد من سوء أوضاع ومن أزمة سياسية متعددة الأبعاد الوقت لا يسمح بمجهد التشخيص وكل ساعة ضيع هي مخصورة من إمكانية الحل لم تبدي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أي موقف متسرع قد يزيد من تعقيد المشهد لكن هوامش التحرك لحلحلة الأزمة باتت محدودة السيناريو البديل قد يكون بحسب مراقبين بتدعيم حوارات بيت الحكمة مع الحكومة والمنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين للنأي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قدر الإمكان عن الصراعات السياسية قد تكون خيارات الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية محددة في الأيام المقبلة بشأن شكل الحوار وآلياته وصقفه وحدوده في ظل استمرار حالة الصراع ومعركة كسر العظام بين مؤسسات الحكم في البلاد عيمة اشتارة تونس الميادين